اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام أنت من جل جلاله وعظم سلطانه أنت من تبارك اسمه ومن تعالى جده أنت الملاذ حين ينقطع كل ملاذ أنت الملجأ حين لا يكون للمسلم ملجأ اللهم يا غوث المستغيثين اللهم يا أمان الخائفين اللهم يا ملجأ اللاجئين اللهم يا معتمد المعتمدين اللهم يا سند الهاربين اللهم يا مفزع اللاجئين اللهم يا غوث المستغيثين اللهم يا أمان الخائفين اللهم يا مجيب المضطرين اللهم يا محب الملحين اللهم يا سامع شكوى المشتكين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الله بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك باسمك الأعظم الذي دعاك به آدم فاصطفيته باسمك الأعظم الذي ناداك به نوح فنصرته باسمك الأعظم الذي استوهبك به زكريا فوهبته باسمك الأعظم الذي استشفاك به أيوب فشفيته باسمك الأعظم الذي استغاثك به يونس فأغثته باسمك الأعظم الذي استنصرك به محمد صلى الله عليه وسلم فنصرته باسمك الأعظم الذي دعاك به أولياؤك وناداك به أصفياؤك اللهم بأنك الواحد اللهم بأنك الأحد اللهم بأنك الصمد اللهم بأنك من سجد له الساجدون وقرأ له القارئون وتوجه إليه المتوجهون اللهم بأنك الله الذي لا يقدر على كل شيء إلا هو ولا يتفرد بالكمال والجلال إلا هو يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى ليس لها من دونك كاشفة اللهم فرج الهم اللهم نفس الكرب اللهم حقن دماء المسلمين اللهم حقن دماء المصريين اللهم وفر أعراضهم اللهم استر عوراتهم اللهم آمن روعاتهم اللهم احمي بيضتهم اللهم احمي بيضتهم اللهم لا تشمت فيهم عدوا ولا حاسده اللهم من أرادهم بفتنة فأطفئ فتنته اللهم من أرادهم بكيد فرد كيده في نحره اللهم من أرادهم بسوء فاجعل سوءه عليه اللهم اجمع عليهم وحدتهم اللهم اجمع عليهم وحدتهم اللهم اجمع عليهم كلمتهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ارحم قتلاهم اللهم انتقم للمظلومين من الظالمين اللهم أحق الحق وأبطل الباطل اللهم إنا نسألك إنا نسألك وأنت الله لا أبرَّ بنا من الله ولا أرحمَّ بنا من الله ولا أرأفَّ بنا من الله ولا أولى بنا من الله اللهم نشكو إليك كثرة جراحاتنا اللهم إن لنا في الشام جرحًا لم ينتمِل اللهم إن لنا في بورمًا عَيُّنًا دامعة اللهم إن لنا في شرق السودان أكباداً جائعة اللهم إن لنا في اليمن قرحة اللهم إن لنا في ليبيا وفي تونس جراحة اللهم لا طاقة لنا به لا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عفيتك هي أوسع لنا ورحمتك هي أحب لنا لك العتبى حتى ترضى اللهم اقبل من صيامنا وصلاتنا ودعائنا وحجنا وعمرنا ما ترفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مقتك وغضبك وأليم عذابك وشديد عقابك يا الله نستغفرك إنك كنت غفاراً يا الله ارضى عنا لا قبل لنا بسخطك نعوذ بك من كل ذنب يحول دوننا ودون رحمتك نعوذ بك من كل ذنب يحجب عنا رأفتك ورحمتك وحنانك لا قبل لنا بسخطك لا طاقة لنا بغضبك لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى نتوسل إليك ببكائنا في حنادس الظلم نتوسل إليك بصيامنا في الهواجر نتوسل إليك بصدقاتنا نتوسل إليك بصلاتنا وصيامنا وما قبلت من صالح أعمالنا يا الله رضى عنا يا الله ارفع عنا سخطك ومقتك يا الله يا الله رفع عنا سخطك ومقتك يا الله لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لعل هذا الأمر أريكون باعثا في روعنا جميعا أنه لا خلاص لنا إلا بالرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار لا ينبغي أن ننصرف من صلاة الجمعة إلا والاستغفارنا شعار ودثار ونأمر به أهلنا وأبناءنا ونساءنا وزوجاتنا لعل الله تبارك وتعالى أن ينزل علينا من رحماته ما يرفع عن أمتنا الحمد لله أولا وآخرا حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وأولاة أمورنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين آمين وصلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه اللهم صلِّ وسلم عليه وعلى آله وصحابته وعترته شكرا لكم